حكايتك إيه مع محمد عمر في تنزانيا؟ هل إنت شفت أسد ولا قطة ولا نمر وجريت؟ أنا شفت قطة، هم قالولوا قطة الغد الجوت أنا مش يعني أنا ماشي أنا ماشي عادي القوة دي إحنا كلنا في الفندق كلودور كده والقوة جمي بعض وعرضي كلها فهنا بعد ما عدنا القاعدة عند السابت أو هنا وقاعدة هل تقعد معانا عندي في القاعدة بتاعت مختار واكرمي؟ بتاعت الشاي أيوة 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 ما هي ما هي قاعدة الشاي فشربنا الشاي بتاعنا واخدنا الوجب بتاعنا قلت إيه أتنقل من القوضة بتاعت اللي هنا وأنا ماشي فلاقيت قطة كده فأبا قلت لها بس دي ما بتبسش يا ست بس فبتديت إيه أنا أخاف لما تكونش قطة هو حجمها ضخمة جداً وبعدين كل ما قلت لها بس ثم وقف على رجلان دي اتنين وبصر فأنا مش عارف أتكلم ولا عارف أعمل وبعدين أتصمرت عادت أتصمر فشيفني محمد عامل انت شفتها قطة ولا شفتها إيه؟ أنا الأول افتكرت إنها قطة أنا لغاية دلوقتي هم قالوا لي قطة في الآخر لكن أنا لغاية دلوقتي قلت إيه؟ ده أسد يعني مثلا وإيه؟ متحاوه؟ آه ومعموله ومكياج مثلا يبقى قطة لا أنا بقول أجب أبسها وقف على هنا ومرعبة روح ببقى فأنا لعربة طب عملت إيه؟ أنا عادت منتصمر بتاع خمس ست دقايق ومحمد عامل والبتاع جاب اللعيبة وقعد لتفرج علي وبعدين خايف أتكلم أو خايف يحصل حاجة أم هي هجمة بقولك عادت شبت خمس عذاب لكن الصورة دي؟ آه آه صورة جميلة دي ده أهل الزمالك المطرد ده كان أهل الزمالك ده سنة كم تفتكر؟ آه ده سنة واحد وثمانين آآ آآ كانت آآ ثمانين واحد وثمانين لما عادت عند مجدى عبدالغاني في البيت كنت بتطلعه كل يوم تسع أدوار ما كانش في عندوهم أساسير ما هو اللي يقل البدانية بتاعت مجدى عبدالغاني جيت منين؟ أنا عرفت تروع السنة ما أنت بنطلع عشر مرات خمس ستشم مرة طبعا أنا علشان أطلع مرة واحدة أفضل يوم فوق مريح علشان أنزل تاني مجدى عبدالغاني كان بياخدها ريح عشر مرات في اليوم فترة إعداد ما هو كان أكتر واحد في النفاة البدانية في الناس الألمين كان مجدى عبدالغاني والسنبير كنت مع محمد عامر في قوضة واحدة ليه؟ اخترت محمد عامر علشان من الأقاليم وبتوقع حقز كده وعرف عاداتك كده والله ده أنا حظ حلو أن الكابتن جهري قاعد يختار من اللعيبة تماما الكابتن جهري كان عنده توليفة غريبة جدا كان يقولك مصطفى عبدو مع فتح مبروك مثلا أو مع الخطير هو بيشوف اللي أقرب ليك يا كابتن مصطفى هو كان الكابتن جهري الله يرحمك كان يحب اللعيبة اللي تحب تتكلم مع بعض واللي تقعد مع بعض واللي تبقى مريحة بعض بيختار يختار الدولتات كده فتحي مع كابتن مصطفى كان الكابتن جهري يختارك مع الحمد عامر عشان تعالجه بقى ايوه ما هو قالك الراجل ده صيدلي وكان عمده التهابات على طول ما بين صوابع والمحمد عامر فانا كنت أجي مليون وسأله وبتاع فقالك ايه ده متحضر وكان محمد عامر أساس من اللعيبة الأساسيين اللي لازم تلعب فكده كان بيقف لا هو محمد عامر كمان أنا كنت يعني هو بحكم انه هو برضو من جينا في نفس السنة أنا ومحمد فقريبين برضو من بعض اشتركوا في القناة